السلام عليكم أنا عبدالعزيز يوسف واليوم بنتكلم عن قصة حياة النفاثة الفرنسية كيليان بابي واحد من أفضل اللاعبين بالجيل الحالي وماذا قدر يتخطى المعاناة في طفولته ويستغل قدراته اللي حولته لطفل فرنسا الذهبي وماذا حقق حلمه بالفوز بكاس العالم والانتقال لنادي أحلامه النادي الملكي وقبل أن نبدأ المقطع لا تنسى تشترك بقناة اشتراكك مهم جدا ويخليني أستمر وسأولاك المقطع وشاركه مع واحد من ربعك والحين يلا نبدأ القصة اللاعب مبابي يرفض الترويج للخمور ورسم الوشوم على جسمه علشان لا يفسد دمه ويتمكن من التبرع فيه وشوف الكثير من الناس أن مبابي خليفة النجم الفرنسي زين الدين زيدان اللي أخذ منتخب فرنسا إلى القمة بقيادة للمنتخب في فترة من الفترات وشوفون أنه الوريث الأنسب اللي بيتولى زمام قيادة كرة القدم على مستوى العالم من بعد كريستيان ورونالدو وليونيل ميسي مبابي ما بدأ مسيرته كمهاجم لكنه صار جوكر في مركز الهجوم ويقدر يلعب في أي مركز بالهجوم حاليا ومبابي صار أصغر لاعب بعمر 24 سنة يتجاوز حاجز الـ 190 هدف لقب مبابي بعدة ألقاب منها لقب الكوالا واللي لقب هذا اللقب عائلتها بسبب نوم الطويل واطلق عليه عمدة البلدة اللي نولد فيها وعاش فيها لقب أمير بوندي الصغير وبوندي هي المدينة اللي نولد فيها مبابي وأشهر لقب له حاليا دوناتيلو ودوناتيلو واحد من شخصيات كرتون سلاحة في النينجا ولد كليان مبابي يوم 2012 1998 في بلدة بوندي شمال باريس في فرنسا وعلى بعد 11 كيلو متر من ملعب ستاد دو فرنس اللي شهد تتويج منتخب فرنسا بكاس العالم سنة 98 بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان مبابي أبوه مسيحي من أصول كاميرونية ونيجيرية وأمه مسلمة من أصول جزائرية ويلفريد أبو مبابي وفي لثقافة الأفريقية لهذا السبب سمى ولدة كليان ومعنى اسم كليان المقاتل الصغير مبابي عاش طفولة قاسية في ضواحي مليئة بالعصابات عائلته كانت فقيرة جدا ولفترة طويلة ومن كثر الفقر والدين اللي كان على العائلة قالت أم مبابي إنها كانت تخاف إنه قعدها أحد بالليل ويطلب منها إنها ترجع الفلوس والدين اللي عليها طبعا كان عند مبابي جليسة أطفال إيطالية في فترة طفولته وقضى مبابي وقت طويل مع عائلة هذه الجليسة الإيطالية وكانت هذه الجليسة مع عائلتها من مشجعين نادي ميلان الإيطالي واللي أهدوا مبابي في مرة من المرات قميص روبينيو لاعب ميلان الإيطالي سابقا بالرقم سبعين ومع هذا كان نادي ريال مدريد الأسباني فريقه المفضل من أيام الطفولة وانتشرت صورة لغرفته والجدران اللي معلق عليها شعارات ريال مدريد وصور لقدوته كريستيانو رونالدو وهذا الشيء دليل على حبه للنادي الملكي من أيام الطفولة يقول كليان مبابي كنت أتخيل تماثيل متحف اللوفر لاعبين كرة قدم لما أزور المتحف وتقول أم مبابي أنه كان يرفض الهدايا اللي ما فيها كرة قدم وكان يحول ألعابه إلى جمهور ويحطهم على الأريكة لما كان يلعب كرة في صالة الاستقبال بالبيت مبابي لعب بالكرة أول مرة لما كان عمره سنتين ونص وأهله وثقوا هذه اللحظة بالفيديو مبابي كان يرافق أبوه ويقعد في اجتماعات فريق A.S. بوندي اللي كان أبوه يدربه ويقول ويرفرد أبوه مبابي أنه ولده مبابي لما كان صغير كان مجنون جدا بالساحرة المستديرة وكان يراقب كل حركة في المباريات على التلفزيون ويتعلمها بسهولة وكان يشوف ما بين 5 إلى 6 مباريات في اليوم الواحد وكنت أتضايق منه أحيانا بسبب هذا الإدمان لكرة القدم كان مبابي يقضي اليوم كله في لعب كرة القدم بالشارع وفي وقت النوم من كثر حبة لكرة القدم كان يستخدم الكرة كوسادة علشان ما يضيع وقته بالبحث عنها لما يصحى من النوم تقول فايزة أم مبابي كان مبابي في طفولته مشاغب جدا وكثير الكلام ويحب الثرثرة وكان حركي وما يعرف في قعد دقيقة وحده هادي في مكانه وكان سريع الملل حتى أن أبوه استدعت المدرسة باستمرار للحد من المشاكل اللي كان يتسبب فيها كيليان مبابي ولما كان بالمرحلة الابتدائية كان يركض في ساحة المدرسة كل يوم وهو رافع إيده للسمى وكان يتخيل إنه رافع كاس العالم وهذا الشي خلى مديرة المدرسة تلاحظ سلوكه الغريب وفارط حركته داخل الصف والمدرسة وكانت تفكر في تحويله إلى مدرسة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مبابي كان ما ينجز واجباته إلا نادر ويتكلم عن كرة القدم في كل الحصص الدراسية وفي يوم الأيام رجع البيت ومعاه تسع تحذيرات من المدرسة بسبب سلوكه ولأنه ما يتبه بالصف مع المعلم ودائما يتكلم عن كرة القدم مبابي لما كان صغير كان يحب إنه يتم إهداعه الأحذية الرياضية أكثر من الألعاب وقالت أم مبابي فايزة ولدي مبابي كان يبي يترك المدرسة لما كان بالصف السادس وكان يبي يركز على كرة القدم لكن أبوه عصب جدا من هذا التفكير وأجبره إنه يهتم بدراسته ويكملها مبابي وريث عائلة رياضية فأبوه ويلفرد كان لاعب ومدرب كرة قدم في صفوف اي اس بوندي النادي اللي بده فيه مبابي مشوار الكروي وأم مبابي فايزة العماري كانت لاعبة كرة يد بالدوري الفرنسي خلال التسعينات وشقيق مبابي بالتبني جيريس كيمبو لعب لمنتخب فرنسا للناشئين وشقيق الصغير إيثان حاليا يلعب لنادي ليلي الفرنسي ولعبت أمه دور كبير في حب كيليان مبابي لكرة القدم وكانت تتكلم عن كرة القدم مع مبابي طوال الوقت لدرجة إنها كانت تقعد من النوم على شام ما طوف الأخبار الرياضية اللي على التلفزيون كانت الأم الحديدية فايزة العماري مثل ما وصفتها الصحافة الفرنسية بجانب ولدها الكبير كيليان من بدايته في عالم كرة القدم ولعبت دور استشاري مهم جدا في قرارات المهنية ويقولهم بابي إنه يتكلم مع أمه في كل شيء وإنها كاتمة لأسراره وإيه اللي تختار له مظهره ولبسه وقال بصريح العبارة أمي إيه هي كل شيء وإيه أول ما قال لي إنك تستطيع وأنت مختلف وحاليا تدير أمه شركة العائلة اللي تتخصص في إدارة أعمال عيالها الثلاثة من عقود ومفاوضات وإعلانات وبمبابي اعتمد طريقة صارمة في تربيتها لأبناءها وما كان يسمح لهم باستعمال بطاقة بنكية أبدا وكان لفترة طويلة يخش الفلوس بعيد عن بابي لأنه يتغاضى مبلغ جيد من كرة القدم في وقت مبكر والهدف من هذا الشيء علشان يكبر مبابي مثل أي طفل عادي وما تخترب حياته بسبب كثرة الفلوس وفي عمر السبع تاع السنة لما صار لاعب محترف كان راتب مبابي الشهري خمسة وثمانين ألف يورو لكن أبوه اللي ماسك حسابه البنكي كان يعطيه مبلغ 200 يورو مصروف شهريا فقط وما كان يسمح له بالخروج مع أصدقاءه أو حضور أي نوع من المناسبات الخاصة بالأطفال وكان ياخذ لمقابلة نجوم كرة القدم وحضور تدريبات الفرق ومتابعة مبارياتها ولما وصل كليان مبابي إلى عمر السبع سنوات قابل نجم الكرة الفرنسية الغزال تيري هنري سنة 2005 وفي سنة 2012 قابل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان وأيضا قابل البرتغالي كريستيان رونالدو لاعبه المفضل وقدوته في عالم كرة القدم وثق هذا اللقاء بصورة التقطها لهم الأسطورة زيدان كان النجم الفرنسي طالب في مدرسة كاثوليكية خاصة في بوندي من عمر ست سنوات إلى هدع السنة وقتها تعلم الدراما والسباحة والتنس والغناء والعزف على آلة الفلوت أو الناي وعلى الرغم من مشاركته في كل المنافسات الرياضية إلا أن مبابي حصل على شهادة الثنوية العامة في شعبة العلوم والتكنولوجيا في عمر الأربع سنوات تميز مبابي بسرعة استجابته وذكاءه في تلقي تدريبات وأساسيات كرة القدم اللي كان يعلمها له أبوه ولما وصل لعمر ست سنوات بدت مسيرة الكروية في نادي A.S.Bondi سنة 2004 ولما استوعب النادي أن مبابي الصغير كان أفضل لاعب في فئة العمرية صعدوا مباشرة للعب مع الأطفال اللي أكبر منه بسنتين فكان الأفضل بينهم وقتها واطلقوا عليه الأطفال في نادي B.Bondi اسم بيب بيب على شخصية كرتونية بسبب سرعتها العالية ويقول مدرب مبابي بالفئات السنية مبابي ما يمل ولا يوقف عن لعب كرة القدم وبعد التدريب كان كيليان يواصل للعب مع أصدقاء بالشارع لهذا السبب تطور بشكل كبير جدا ونجح في اكتساب الكثير من المهارات الفردية اللي صارت جزء من موهبته وقال مدرب مبابي مبابي كان مختلف تماما وسوى كل شيء بشكل أفضل وأسرع بكثير من أقرانه وفي سنة 2013 دخل مبابي أكاديمية كلير فونتين التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم مبابي كان كثير الكلام عن أحلامه وطموحاته بتحقيق الألقاب والبطولات لهذا السبب أطلقوا عليه زملاءه لقب الأسطورة الوهمية وسطع نجم مبابي بسن مبكر وتميز بقدراته على المراوغة والتهديف في كل المراحل السنية وفي عمر العشر سنوات قدمت لوحدة من الشركات أحدية رياضية مجانية وبعدها بسنتين هذه الشركة قدمت لمبابي عرض رعاية خاصة لمدة سنتين وقتها نادي رين الفرنسي كان مهتم جدا بموهبة مبابي وعندهم رغبة كبيرة في ضم كيليان مبابي إلى الأكاديمية ورسلوا لدعوة لتجربة أداء لكن المفاوضات مع أم فايزة وأبوه ويلفرد افشلت أيضا نادي تشيلسي الإنجليزي أرسل لدعوة سنة 2012 لاختبار قدراته لمدة أسبوع وفعلا سافر مبابي إلى لندن ولكن النادي طلب أسبوع زيادة لتجربة أداء وقتها أم مبابي عصبت ورفضت وقالت لنادي تشيلسي أما توقعون معاها الحين أو أخذ طيارتي وأخذ ولدي وأرجع إلى فرنسا وفعلا رفضت ورجعت إلى فرنسا مع ولدها كيليان طبعا هذا الكلام اللي قالها دانييل بوغا الكشاف السابق في نادي تشيلسي مبابي في عمر لأربعة عشر سنة وصلت لدعوة من الأسطورة زين الدين زيدان اللي كان يشرف على الفئات السنية في نادي ريال مدريد الأسباني وقتها استقبل زيدان مبابي من المطار بسيارته الخاصة وعطاه بدلة رياضية للنادي الملكي وقال أبو مبابي أن ولد مبابي قال له أن ذاك اليوم كان أفضل يوم في حياته لكن بالنهاية ما صار شيء وما انتقل مبابي لمدريد رغم أن زيدان قال للإدارة أنهم يتعاقدون معاه انتقل مبابي إلى نادي موناك الفرنسي وتحديدا فريق الناشئين ولعب معاهم في موسم 2013-2014 وخلال السنة الأولى عاش في شقة مع أبو اللي أخذ إجازة لمدة سنة كاملة علشان يدعم ولد مبابي ويقول أبو في بداية مبابي مع النادي كان لاعب احتياطي لهذا السبب كان كل يوم يبكي لأنه ملاعب أساسي وفي سنة 2014 اضطر الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفيف أحد ملاك نادي موناكو دفع نص ثروته لتسوية النزاع مع طليقته وهذا الشيء خلاه يبيع نجوم الفريق خاميس رودريغز وراداميل فالكاو وتصعيد بعض الناشئين إلى الفريق الأول وكان من بين اللاعبين الناشئين اللي صعدوا كيليان مبابي ولما شاف المدرب أداء كيليان مبابي كان الحق مساعدة هذا الفتى لا يجب أن يعود لفريق الشباب مرة أخرى وفي يوم 2012 2015 ظهر مبابي لأول مرة مع نادي موناكو وصار أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ النادي بعمر 16 سنة و347 يوم وكسر رقم اللاعب تاري هنيري اللي ظل صامد لمدة 21 سنة ولما وصل مبابي لعمر 17 سنة و62 يوم سجل أول هدف وحطم رقم هنيري مرة ثانية كأصغر من سجل للنادي وفي سنة 2016 وقع مبابي أول عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات مع نادي موناكو وكان عمره 18 سنة وكان الراتب خيالي بالنسبة للاعب في عمره لكن أبوه أخفى عن مبابي قيمة راتب الحقيقية وقال له أن راتبك ما يتعدل 15 ألف يورو ولكن بالحقيقة راتبه كان 400 ألف يورو وسوى أبوه هذا الشيء علشان لا يغتر مبابي بنفسه ويواصل العمل ويجتهد وينجح بكرة القدم وفي أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول في موسم 2016 سجل مبابي 15 هدف وساهم في إحراز النادي لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى من 17 سنة وفي عمر 18 سنة وشهرين صار أصغر لاعب يسجل هاترك بالدوري الفرنسي وكان الرقم مسجل باسم جيريمي مينيز مع نادي سوشو من سنة 2005 وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب وجائزة الفتى الذهبي في دوري الأندية المحترفة وكان ثاني أصغر هدف فرنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا وسجل مبابي 27 هدف في 60 مباراة في جميع البطولات من أول ظهور رسمي له مع نادي موناكو في يوم 31 ثمانية 2017 انتقل مبابي إلى نادي باريس سن جرمن على سبيل العارة لمدة موسم واحد وفي صيف 2018 انتقل رسميا للنادي الباريسي بمبلغ 145 مليون يورو وقتها كان ثاني أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين بالعالم وفي يوم ثمانية تسعة 2017 سجل في أول مباراة له مع النادي الباريسي وقاد النادي الباريسي للقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات وكاس السوبر الفرنسي مرتين وكاس فرنسا مرة وفاز بجائزة لاعب الموسم ولقب هداف الدوري الفرنسي ثلاث مرات وصار ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي وفي موسم 2020-2021 سجل مبابي الهدف رقم 100 بقميص النادي الباريسي وصار واحد من خمس لاعبين حققوا هذا الانجاز وكان أول لاعب يسجل خمس ثنائيات خلال موسم واحد في بطولة الدوري الفرنسي ووصل مع فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 ولكن لسوء حظه خسر نهائي من الفريق البافاري بايرن ميونخ بنتيجة 1-0 مبابي أول لاعب يسجل أربع هداف في مرمى برشلونة في موسم واحد وكان عمره وقتها 20 سنة و306 أيام وقتها صار أصغر لاعب يسجل خمسة عش هدف في دوري أبطال أوروبا وأصغر لاعب يسجل 150 هدف بالدوريات الخمس الكبرى وفي صيف سنة 2022 كان مبابي قريب جدا من الانتقال لنادي ريال مدريد الأسباني اللي كان حلم طفولته لبس القميص الأبيض الأيقوني لنادي ريال مدريد وعلى الرغم من العرض الكبير من النادي الملكي اللي وصل لميتين مليون يورو لكن المفاجأة إن مبابي قرر البقاء مع نادي باريس سان جيرمن إلى سنة 2025 طبعا أم فايزة العماري وكيلة أعماله اللعبت دور كبير في هذا القرار قرار بقاءه في باريس على الرغم أن رغبة مبابي وقتها كانت الانتقال لنادي ريال مدريد في سنة 2014 ظهر مبابي مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة في سن 15 سنة وبعد سنتين صار واحد من نجوم بطولة أمم أوروبا لفئة أقل من 19 سنة اللي فاز فيها منتخب فرنسا وسجل مبابي خمس أهداف في ذيك المسابقة وفاز بجائزة الحذاء الفضي وفي يوم 25-03-2017 كانت أول مباراة دولية لنجم فرنسا في لكسنبورغ ولعب كبديل لللاعب ديمتري بايه بالدقيقة 78 وصار ثاني أصغر لاعبي شارك مع منتخب فرنسا بعد ماريان ويسنيسكي بعمر 18 سنة وثلاث أشهر وخمس أيام كان مبابي في عمر 17 سنة لما اتصل فيه مسؤولين بالمنتخب الجزائري بهدف ضم في سن مبكر للمنتخب الجزائري وقالت أم فايزة العماري إنها كانت تفضل إنه يلعب ولدها كيليان مع منتخب الجزائر لكن كيليان مبابي وهو اللي اختار اللعب مع منتخب فرنسا وقال كيليان مبابي ولدت في فرنسا ومنحوني هذه الفرصة الأكبر بشكل طبيعي لهذا السبب اخترت فرنسا ولكن جنسيتي الفرنسية وحياتي في فرنسا ما نستني أصولي وقال في أكثر من مناسبة الكاميرون والجزائر جز مني ولما وصل لعمر 19 سنة تحديدا في سنة 2018 كان كيليان مبابي الفتى الذهبي لمنتخب فرنسا الفايز بكاس العالم وقتها المنتخب الفرنسي فاز للمرة الثانية في تاريخه في بطولة كاس العالم وسجل بالبطولة كيليان مبابي أربع هداف وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة وكان ثاني أصغر لاعب بعد الأسطورة بيليه يحرز هدفين بالبطولة وأصغر هداف فرنسي في تاريخ كاس العالم وقتها أطلعت ضاحية بوندي الباريسية اللي نشأ فيها نجم فرنسا من الظل إلى دائرة الظل الفضل كيليان مبابي وصارت رمز لمشهد كرة القدم المزدهر في البلاد وأطلقوا عليها مدينة كل الأمور الممكنة وعلق مبابي بعد الفوز بكاس العالم وقال كنت أقول دائم أني ما أبي أكون مجرد عابر في عالم كرة القدم التتويج بلقب كاس العالم يعتبر رسالة وجواز سفر لمواصلة العمل والقيام بشيء أفضل وفي سنة 23 من عمره قاد مبابي منتخب بلاده فرنسا للفوز بالدوري الأمم الأوروبية سنة 2021 مبابي في كاس العالم في قطر سنة 2022 ساهمت أهدافه ومستوها العالي في تأهل فرنسا للنهائي وبعد خسارة البطولة ضد منتخب الأرجنتين وصفوها الصحافة الفرنسية بالملك بلا تاج وبالسنفونية التي لم تكتمل وقتها فاز مبابي بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة بثمان أهداف وثاني لاعب بالتاريخ يسجلها تركب النهائي ويحتل المركز الخامس كأفضل هداف في تاريخ كاس العالم برصيد 12 هدف متساوي مع الأسطورة بيلي وثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لمصلحة فرنسا في تاريخ المنديال وثاني لاعب يسجل ثلاث أهداف متتالية في كاس العالم خلال بطولتين 2018 و2022 بعد تيري هنري ويعتبر اللاعب الوحيد اللي سجل 36 هدف لفرنسا وهو بعمر 23 سنة فقط ومتفوق على تيري هنري اللي سجل 16 هدف لما كان في نفس عمره في صيف 2021 تعرض نجم المنتخب الفرنسي إلى حملة عنصرية بسبب إضاعته لضربة جزاء تسببت في خروج فرنسا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2020 فوصفته بعض الجماهير الفرنسية العنصرية بالقرد والزنج القذر في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شيء خلاه يعلن رغبته في اعتزال اللعب دولياً وقتها هاجم من باب رئيساً لفرنسا 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 لفر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد تجاهلة تعرض لإساءات عنصرية لكن بالنهاية تراجع عن فكرة الاعتزال بعد لقاء بماكرون رئيس فرنسا وفتح مكتب المدعي العام في باريس وقتها تحقيق بالموضوع وتم محاسبة الليمارسة والعنصرية ضد اللاعب مبابي مبابي دائم يرفض دعم وتسويق شركات الخمور والمراهنات والوجبات السريعة وفي سنة 2022 غطى مبابي اسمه الشعار الشركة الراعية لجائزة أفضل لاعب المباراة خلال بطولة كاس العالم في كطر 2022 وهذا الشيء خلى اتحاد بلاده معرض لغرامة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وقالت التقارير أن الدولي الفرنسي يشوف أن الترويج للمشروبات الكحولية يشوه صورته وسمعته بسبب نجوميته والأطفال اللي تابعونا فيفضل أن يكون قدوة حسنة حق هذول الأطفال وأخيرا بعد سيناريو درامي في سوق الانتقالات بين باريس وريال مدريد امتدت لسنوات أخيرا انتقل النجم كيليان مبابي إلى ناديه المفضل ريال مدريد في سنة 2024 والجمهور الملكي ينتظر إبداع وانفجار مبابي مع النادي وصرح مبابي في نهاية سنة 2024 أن هدفه الفوز بالكرة الذهبية سنة 2025 فهل يحقق مبابي حلمه بالفوز بجائزة أفضل لاعب العالم والكرة الذهبية في سنة 2025؟ وخاصة بعد تحقيقه حلم اللعب بقميص النادي الملكي والحين دعونا نستعرض شنو قالوا أساطير كرة القدم عن النجم كيليان مبابي قال مدافع منتخب إنجلترا السابق ريو فردينت ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو رح يسلمون تاجهم كأفضل لاعب بالعالم إلى مهاجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي وقال لكريستيانو رونالدو مبابي هو الحاضر والمستقبل ومن الناحية الفنية مبابي رائع ولا يمكن إيقافه تقريبا وقال أيضا لما أشوف مبابي يلعب يذكرني بأفضل أوقاتي مبابي يعرف بالضبط شلون يستغل المساحات المفتوحة فعلا مبابي مثير للإعجاب وقال المدرب الإنجليزي آرسن فينجر مبابي موهبة عظيمة وطريقة لعبه اذكرني بطريقة لعب اللاعب تيري هنري وقال اللاعب الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا يذكرني مبابي برونالدو في أولمبياد سنة 1996 مبابي عنده إمكانيات لاعب من طراز عالمي وقال أيضا مبابي راح يكون واحد من الأساطير اللي يصنعون التاريخ في كرة القدم وقال الحارس الإيطالي جي جي بوفون لو كان الأمر في إيدي راح أعطي الكرة الذهبية حق مبابي لأنه يستحقها ويملك موهبة عظيمة وعنده فرصة أنه يتطور ويصير من أفضل اللاعبين بالتاريخ ولهنه ينتهي مقطعنا أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع ولا تنسى تشتركوا بالقناة وتسوي لايك للمقطع وتشاركه مع واحد من ربعك أشوفكم على خير للمقطع القادم السلام عليكم